بيباع عند اي عطار انو مصقي ده من 3 متونات فقط وهتعتمديه بعد الفيديو ده على فكرة انفع كمال للشباب اصلوا على رسول الله هجيبه الكركادي وتحطوه في المطحنة وهتبدأ وضيفه لي اللبان الدقر اللبان الدقر ده اثبت علميا انو اقوى حاجة لشد التجعيد وتصغير البشري يعني ايه تصغير البشري يعني عني اصغر سنتين لا يعني هترجع بشريتك وكأن انت صغيرة بالتلات اربع سنين هنتحن الكلام ده كله سوا الكركادي مع اللبان المر وهتجيب الزبادي عارفة المية بتاعت الزبادي ديت لما بتيجي علبة الزبادي تقرب تخلص مثلا تلاقي شوية مية اوعي ترميهم غالبا بيبقى في الزبادي البلدي هتجيب المية ديت وهتحطيها كده لان دي فظيعة المية دي جبارة لشد التجعيد وتحفيز الكولاجين ومش بس كده لتفتح البشرة بعد كده هتبدأ ان انتو تضيفه الزبادي وحنبدأ ان احنا نقلب مية الزبادي والزبادي كويس جدا مع الكركا دي واللي باي نلمر بعد كده هتجيبه هتبدأ ان انت تفريديه على وشك ورئابتك واي منطقة في الجسم اي منطقة حابة ان انت تفتحيها تمام او تشيل الكلف او النمش او التصبغات او اي حاجة خالص بعد كده حبيبة قلبي هتسيبه المدة ربع ساعة او نص ساعة كمان الزبادي بيدي ترطيب رهيب للبشرة وبيشيل الحبوب وقصارها واي بقع في البشرة بعد كده بتفريكيه في حرقات دائرية عايز اقولك حركة الفرق دي بتشيل معاه كل الرؤوس السوداء والبيضاء بالجد هيفتحك من 3 ل 4 درجات هيشيل النامش والتصبغات والبقع البنية الداكنة من اقوى المسكات اللي انت لو استخدمتيها هتفتحك من 3 ل 4 درجات بيحفز الكولاجين ويشد التجعيد حتى لو انت عمرك عندك 70 سنة جرب المسك ده وشركيه علشان غيرك يستفد اشتركوا في القناة